عدنا لحضراتكم مرة اخرى ضيفي النائب العزيز الاستاذ احمد السيجيني رئيس لجنة لدارة المحلية في مجلس النواب حكينا بقى عن المجلس هو سياح المجلس خلاص وافق على القانون بتاع الاستيراد النهاردة للسيارات بالامس اه بالامس انا بالمناسبة القانون ده يعني اللي الناس يقولك المجلس انا عايز احيي زميل لنا يمكن انت ما تعرفوش بس نائب يمثل عاملين بالخارج اسمه عمر هندي تمام اه هو كان من اوائل الناس هو زميل في المجلس السابق من تحدثوا عن فكرة العربيات دي من سنة اول مرة اسمحها منهم من سنة هو الاله من سنة كان يحدثني فيه طرقات فيه يعني فيه واحنا عادين في الجلسة العامة فكرة ما فيه افكار كثيرة جدا يعني فالحقيقة اللي انت عارف هو نزل ملحق اه جدوى الاعمال القانون ده اه علم بان القانون نزل ملحق الساعة 12 بالليل ركب طيارته وجاء من الامارات عشان يعرض ويناقش ويقدم فكرة وعرض عرض جيد جدا بناء على دراسة اللي جعل دولة الرئيس يقول للحكومة طب رده على ايه المقترح وكان بيتكلم في استهداف فقات اخرى يعني ودارس دراسة جيدة جدا 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 فالحكومة الحقيقة ممثلة في وزير شؤون مجلس النواب ونائب وزير المالية برضو كانوا من الكياسة اللي هما ايه هما ما عارفوش الرد وعرف ان هي فقالك يعني طيب احنا نمشي النص باستهداف الشريحة دي اللي هي شريحة 1600 واه احنا قدامنا اربع شهور نعمل عملية واذا طلب الامر ان احنا ندخل شريحة اخرى احنا ما عندناش مانع دا يعكس لك ايه يعكس لك ان اولا الحكومة ليست لديها اي نوع من انواع الحساسية انها تتقدم باي تشريع طرف في تحقيق المصلحة العامة جاي منها او جاي من البلمان الفريكشنز دي خلصت ثانيا ان النواب عندهمش اي حاجة بنعمة وفي نواب متخصصين يا سيد محمد يعني هذا الرجل يمكن انا اول مرة اسمعه في الجرسة العامة يتحدث بهذه القوة وبحيي طبعا دولة الرئيس ان هو سمح له الدانه مساحة كاملة عادي كان يمكن تعروب الساعة ليه؟ لانه بيتحدث بارقام بيتحدث عن قيمة المضافة بيتحدث حديث فني بفكرة هي اكاسا الفكرة غير تقليدية يعني فكرة الاستراد للعملين بخير فكرة غير تقليدية اه احنا محتاجين مثل هذه الافكار في كل القطع جدا اه في كل القطع